لتجنب تفاقم مشاكل المياه بمحافظة عجلون في الصيف القادم تطلق وزارة المياه والري عددا من المشاريع وعلى رأسها محطة تحلية كفرانجة والتي يبدأ العمل بها في أيار المقبل بتكلفة وصلت إلى 16 مليون ونصف المليون دينار وستوفر المحطة 350 مترا مكعبا من المياه مدير مياه عجلون سالم الاسلول أكد خلال اختتام الوزارة حملة إن كنت على البير اصرف بتدبير أن الهطول المطرية لهذا الموسم حسن كميات المياه والتزويد المائي بنحو 75% من المياه السطحية والينابي على فتن إلى أن المحافظة تتزود بـ 25% من المياه من محطة الزعتري ووادي العرب يشار إلى أن استياء أبدته النائب صفاء المومني قبل أيام إزاء انقطاع المياه في عجلون لمدة تصل إلى 28 يوماً إحنا وزارة المياه والري يعني تستمر أول شي في عادة أول شي الشبكة في تغيير الشبكات وكذلك لا بد من إيجاد مصادر غير تقليدية فإحنا إن شاء الله رح ننفذ أكبر مشروعه مشروع كفرنجة في ضخ المياه بشكل على منطق التجميع وبالتالي توزيحها للمواطنين هذا المشروع بده وقته وإحنا إن شاء الله رح نسرع فيه بل في نهاية هذا العام إن شاء الله سوف ينفذ هذا المشروع خلال هذا الصيف إن شاء الله ومن خلال الكميات المتوقعة قدومها لمحافظة عجلون سيتم إن شاء الله الالتزام في أدوار المياه وإن شاء الله يتم حسب الدور المعلن هو كل 14 يوماً اشتركوا في القناة